ترجمة نانسي قنقر تجاوزت أعداد المشاركين بالخارج في الانتخابات السابقة بالعام 2018 مثمنا هذا الإقبال الذي يعكس مدى الاهتمام الوطني بهذا الاستحقاق الانتخابي الهم ضمن مسار التطور الديمقراطي عبر المشاركة الفعالة والإيجابية البناءة وقال المستشار حمزة إن الإدارة التنفيذية وبالعمل المشترك مع وزارة الخارجية وفي ظل الإشراف القضائي الكامل حرصت على اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة التي تكفل للمواطنين المشاركة في اختيار ممثليهم النيابيين بشكل ميسر وذلك من خلال تجهيز 37 مقرا دبلوماسيا للمملكة الجدير بالذكر أن نتائج الاقتراع في الخارج ستضاف إلى نتائج الاقتراع في المملكة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل الثاني عشر من نوفمبر بهذه الكلمات قال أبناء البحرين كلمتهم فقد قمت بتلبية النداء في المشاركة في الانتخابات البحرين والبحرين تستاهل من 37 مقرا دبلوماسيا للمملكة توزعت من مشرق العالم إلى مغربه وبمشاعر وطنية تؤمن بالحق الذي كفله لهم الدستور صوت المواطنون البحرينيون خارج المملكة في الانتخابات النيابية حيث بدأت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا واستمرت إلى الساعة الثامنة مساءا حتى أغلقت صندوق الاقتراع حسب التوقيت المحلي لبلد البعثة عرص ديمقراطي مميز يعبر فيه المواطنون البحرينيون المقيمون في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن اعتزازهم بوطنهم في الحقيقة العملية الانتخابية تجري بكل يسر وهدو في أجواء وطنية وأود أن انتهز هذه الفرصة أن أشكر جميع من ساهمه في نجاح هذه العملية وفرنا ذكافة التسهيلات اللازمة من أجل تسهيل العملية الانتخابية وتسهيل على الناخبين لأجلها بأصواتهم هناك في تفاعل كبير من المواطنين المقيمين في سلطانة عمان الشقيقة مؤجب جدا بالمشاركة الشعبية من قبل المواطنين اللي كانوا فعلا يعني آتوا إلى سفارتنا في برلين من مناطق بعيدة في ألمانيا من هامبورغ من ميونيخ من دول ثانية نغطيها مثل بولندا واتشيك وهذا يدل على مدى اهتمام المواطن البحريني على مشاركة الشعبية في انتخاب مرشحين في الانتخابات الحمد لله عز وجل والتوفيقه جرت عملية التصويت في سفارة مملكة البحرين في الرياض بإقبال وتفاعل إيجابي من المواطنين وقبل فتح السفارة قمنا بالتأكد من خلو الصناديق من الأوراق وكانت وزارة الخارجية قد حرصت على بذل كافة الجهود اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع في الخارج كتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الفصل التشريعي السادس حيث جرت العملية الانتخابية في مقر البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج بسلاسة وسهولة وتنظيم دقيق ووسط أجواء ديمقراطية عكست أروع معاني اللحمة الوطنية فعلا تواجد المواطنين بعدد كبير في مقر مملكة البحرين في القاهرة أثلت صجورنا نحن كلجنة تشرف على الانتخابات في سفارة البحرين في القاهرة وأن قيام بعثات المملكة الدبلوماسية والقنصلية اليوم بتقديم التسهيلات للمواطنين المتواجدين في الخارج للأدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم للمجلس النيابي القاتل لهو دليل واضح باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير كل الدعم والتسهيل المطلوب لقيام المواطن البحريني بممارسة حقوقها التي كفى لها له الدستور البحرينيين حرصوا كل الحرص على التواجد هنا في مقر سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية قدرت أنا كمواطن بحريني في الخارج أن أمارس حقي في الانتخاب وهذا حق يكفله الدستور وكانت العملية جداً سلسة وسهلة وبسيطة بالنسبة لي أنا هذا أشوف أنه واجب يعني وطني المشاركة هذه بتعزيز الديمقراطية ودعم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك يزاهم الله في خير كانت العملية سلسة وبكل أريحية وسهولة قدرت إلى السفارة لتلبية نداء جلالة الملك وأشكر سفارة مملكة البحرين تلبية نداء الوطن من أي بقعة في العالم واجب وطني وأبناء البحرين أثبتوا للعالم كعدتهم وعيهم بحقوقهم التي كفلها الدستور فصوتوا من أجل الوطن ومن أجل دعم المسيرة الديمقراطية التي أرساها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فاختاروا من يمثلهم في السلطة التشريعية ليعلنوا بذلك بداية أول محطات التصويت في العرس الديمقراطي في مملكة البحرين